السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزية طالبات وطالبات وأولياء أمور الصف الثالثة الإعدادي بإذن الله متابعين مع بعض المنهج بإذن الله ناخد مع بعض الوقت اختبار على الوحدة التمنى من كتال جم بداية من صفحة 91 أول سؤال بيقول لي فانش بإنهاء الحوار التالي أول سطر ده بيكون مهم جدا بيعرفني المحدثة بتتكلم عن إيه بيقول لي أحمد يتحدث إلى يتحدث إلى سامر اللي هو أصلا بيزرع شجرة أحمد بيقول له هالو سامر أهلا يا سامر وبيسأله سؤال سامر قال له أنا بزرع شجرة يبقى هنا أحمد بيقول له ماذا تفعل زمن الإجابة في زمن المضارع المستمر يبقى آي أم هتطلع في السؤال ويبقى يعني ماذا إيه ماذا تفعل أنت بتعمل إيه قال له أنا بزرع شجرة فأحمد بيقول له تعرف زي تزرع شجرة سامر رد عليه فأحمد بيسأله سامر قال له عمي علمني أن أنا أزرع ده هو مزارع أو إيه أو فلاح قديم أو كبير في السن يبقى هنا سامر قال له أيوة أنا بعرف ولا لا طالما قال له عمي علمني يبقى أيوة أنا بعرف أزرع شجرة يبقى هيقول له هنا يس ويو هتحول إلى آي ودو هتنزل في الإجابة في الإثبات زي ما هي أحمد بيقول له عمي اللي علمني يبقى من اللي علمك يبقى من اللي علمك ذلك هو يعني من من اللي علمك ذلك من اللي علمك أن أنت تزرع شجرة قال له عمي علمني هو مزارع كبير في السن أو فلاح كبير فهنا أحمد بيقول له هل الأشجر بتكون يصفل بتكون مفيدة للبيئة اللي إحنا عايشين فيها سامر رد فأحمد بيقول له طب ليه الأشجار مفيدة لنا يبقى سامر قال له الأشجار مفيدة ولا يبقى له الأشجار مفيدة يبقى هيقول له هنا ايه نعم وعندي هنا الأشجار هنعوض عنها وبعد كده هتنزل زي ما هي أيوة الأشجار بتكون مفيدة فهنا أحمد بيقول له ليه بقى الأشجار مفيدة هنقول مسلا ان هي بتساعد في تنظيف وتنقيط مسعن الهواء طالما قال له هقول له هنا لأنه ممكن نقول هنا ممكن كمان نقول ان هي بتساعد في ان الهواء يكون ماقي أو نظيف يبقى هنقول هنا بيقول لأنه ذي هنا مقصود بها طبعا إيه تريس الأشجار هل الأشجار تيت هل بتساعد بتساعد ان الهواء يكون ايه الهواء يكون نظيف أو الهواء يكون ناقي الهواء بعد كده جايب لي هنا ايه جايب لي هنا الجزء الخاص اقرأ واكمل وبيكون جايب لي هنا ست كلمات بقرأهم وترجمهم وأخذ منهم أربع كلمات وأحطهم في النقاط أو في الأربع نقاط اللي هما مابودين عندنا يقول لك اللي هو تغير المناخ بيكون بيكون مشكلة ايه السريس يعني خطيرة طبعا يقصد هنا مشكلة بيئية خطيرة كلمة بيئي وهي environmental environmental يعني بيئي مشكلة environmental بيئية سريس خطيرة بتحصل بسبب بسبب ايه بسبب طبعا global warming اللي هو الاحتباس الحراري بتحصل بسبب global warming الاحتباس الحراري which happens because of والاحتباس الحراري الأصلا بيحصل بسبب طبعا ارتفاع وزيادة في درجات الحرارة يبقى زيادة في درجات الحرارة يبقى increase by burning fossil fuel عن طريق حرق الوقود الحفري and the realize of harmful gases by industries وكمان بسبب الصناعات افوكيب نقط fossil fuels يو احنا نستمر في حرق الوقود الحفري كيف بيجي لبعدها verb ing هناخد burning ولا to burn طبعا هناخد burning لو نستمر فيه burning لو نستمر فيه حرق الوقود الحفري climate change will get worse تغير المناخد هيكون ايه او يصبح اسوأ it lets do كمان يقود الى melting of polar ice بيقود الى او بيؤدي الى زوبان السلجة عند القطبين بيسبب فيطان بيسبب حالات الجفاف جاب لي هنا قطعة بنقرأها كويس جدا ونبدأ نجاوب على الاسئلة بتاعتها بيقول اقرأ التالي عندي اسبق كتيرة بتوضح لي ليه اعادة التدوير ده بيكون ايه مهم بتساعد ان هي تقلل من الغاز ثاني ويجسد الكربون كمان بيوفر الطاقة وكمان بيقلل من غازات الاحتباس الحراري وقف التلوث اكتر من كده كمان ان احنا نحسن من عدد تدوير او اعادة تدوير الاشياء احنا بنقدر نحافظ على البيئة لان هي تكون مظيفة عدد التدوير ده ممكن كمان ان هو يساعد البيئة بيكمل هنا بيقول ايه لما نوعيدي تدوير الاشياء احنا بنقدر نحافظ على العالم الطبيعي لما بنقطع اشجار اقل وكمان الغباط نقدر نحن نوقف الضرر للحيوانات عن طريق تقليل التلف والضمار لعالم الطبيعي بعد كده يكملي هنا صفحة 92 بيقولي هنا ورد هو العالم يعني العالم الطبيعي احنا بنساعد في الحفاظ على الحياة البرية صنع المنتجات من المواد الخام المعاعد تصنعها بيحتاج طاقة اقل عن ان احنا نصنع هذه المنتجات من مواد خام جديدة على سبيل المثال يعني عايز اقول على سبيل المثال عادة تدوير زجاجة واحدة ازا زي يعني مصنوعة من الزجاج بتوفر طاقة كفاية لاضاءة لمبة بقوة ميت وتكون هذه الاضاءة لمدة اربع ساعات بتاخد ايه طاقة اقلة اللي هو عادة التدوير وكده بيقل الغاز من مواقع مكب النفايات اللي هي اصلا بتسبب تغير المناخ اعادة تدوير المخلفات بيكون يعني اعادة تدوير المخلفات يكون ارخص من او تكلفته بتكون ارخص واقل من جمع المخلفات بانتظام كل ما نوعي تدوير المنتجات اكتر كل ما نوفر نقود اكتر ان احنا نعمل كده ممكن يساعد ان هو بيوفر الطاقة وكمان ان هو بيقلل مخلفات مكبات القمامة وبيحمل بيئة بتاعتنا شوف كده جايب لي الاسئلة بيقول القطعة دي بتكون عن ايه لإعادة التدوير طبعا بتكلمنا عن اهمية اعادة التدوير كلمة اهمية يعني يبقى بتكلمنا عن اهمية اعادة التدوير رقم اتنين عايز يقولي هنا هو طبعا في القطعة جاب لي ان احنا نعيد تدوير زجاجة واحدة ده كافي ان احنا نوفر طاقة لمدة اربع ساعات للمبة بتشتغل بقوة ميت وات طب لو احنا بقى هنعيد تدوير ست زجاجات طبعا هنضرب الستة فاربعي باربعو وعشرين ساعة الاضاء ممكن تستمر اربعوة وعشرين ساعة يعني لمدة يوم كامل رقم تلاتة بيقول لي هنا لو احنا نقلل نقلل الضمار او التلف اه الضمار او التلف للبيئة بتاعتنا احنا بننقذ ايه من الضرر طبعا بننقذ الحياة البرية لما بنقلل الضمار للبيئة احنا كده بننقذ الحياة البرية من الضرر ومن الازاب يعني الحياة البرية جبل بعد كده الاسطينة المقالية والصور رقم اربعة بيقول لي هنا ايه لخص كده يطلب مني ان انا اضخص له ازاي اعادة التدوير بتنقذ الحياة البرية هنقول مسلا عن طريق قطع الاشجار والغبط بشكل اقل يبقى عن طريق قطع قطع اه قطع يعني قطع فيور قطع اشجار اقل وغبط قطع اشجار والغبط بشكل اقل احنا بكده بقى بنقدر نمنع الضرر للحيوانات يبقى وي احنا كده بنمنع بنمنع الضرر للحيوانات بنمنع الضرر للحيوانات وبنحمل حياة البرية و بنحمي بنحمي الحياة البرية بعد كده بيقولي يعني في رأيك ازاي يعني او ان اعادة التدوير بتوفر الطاقة ازاي اعادة التدوير بتوفر الطاقة طبعا اعادة التدوير بيستخدم اساسا طاقة اقل عن صنع الاشياء من مواد خم جديدة فعشان كده هي بتوفر الطاقة يبقى يعادة التدوير يعادة التدوير بتستخدم يعني طاقة اقل طاقة اقل من من ان احنا من ان احنا نصنع نصنع المنتجات من ان احنا نصنع المنتجات ديت من مواد خم جديدة من مواد خم جديدة من مواد خم جديدة رقم 6 هيجي ازاي يعني اعادة التدوير بتوقف تغير المناخ ان احنا التدوير بيساعد ان هو يوقف تغير المناخ ازاي طبعا لان هو اعادة التدوير بيقلل غاز ثاني اكسيد الكربون هنقول هنا عادة التدوير يقلل كربون بيقلل بيقلل رقم يعني شيء دائري كده لاما بيقلل الشمس. طبعا اه اللي هو الكوكب. الكوكب هو اللي بيتور حاولين الشمس. رقم اتنين نقط. هايز يقول الطاقة ايه? هي الطاقة بتكون نظيفة من الشمس والماء وكمان من الرياح. طبعا الطاقة المتجددة يعني ايه? يعني الطاقة المتجددة. بعد كده عندي رقم ثلاثة تريز. ار ذا لانكس. اوف ناترال. ذات نقط كاربين دايوكسايد. هايز يقولي هنا. الاشجار دي. ار ذا لانكس اوف. بتكون الرئتان للطبيعة. بتكون هي بمثابت يعني الرئة. ايه? الرئة للطبيعة. ذات نقط كاربين دايوكسايد. اللي هي بتمتص غاز ساني اكسيد الكربون. بعد كده رقم اربعة. الحبر اللي هو بيكون من الطابعات يعني غير امن. غير امن ان انت ترميه كده في الايه? ان انت ترميه في المياه. طالما غير امن ان انت ترميه في المياه يعني بيكون ضار للبيع. ضار اللي اسمها باد. بمعنى ضار للبيع. بعد كده جايب لي هنا صفحة تلاتة وتسعين والسؤال رقم تسعة. انا جرحتي يعني نفسي بقطعة كده من الزجاج الايه? المقصور. قطعة الزجاج مقصور يعني جرحتي بيها نفسي. ده السننم. عايزي يقول لي هنا السننم المراضف من كلمة مقصور. عايزين كلمة بتسويها. السننم اللي هو المراضف والمعنى. مراضف يعني عايزين حاجة بتسويها في المعنى. شيء مقصور يعني شيء يعني تالف او متضمر. رقم ستة وهي كان نقدر ان احنا نحصل على الفعل اللي معناه ان احنا نستخدم الشيء ده مرة اخرى. نقدر نحصل على الفعل ده اللي هو معناه الاستخدام مرة اخرى. فروم ذا ورد سايكل. من الفعل سايكل. سايكل يعني يركب دراجة. باي ادنج باضافة ذا بريفكس البادئة. هقوم جاية كده على البداية بتاعة الكلمة اللي هي يركب دراجة سايكل. واضيف حروف ايه? عشان يكون معناها اعادة الاستخدام. طبعا هنضيف الار ايه. تبقى ريسايكل. ريسايكل يعني يعيد تدوير. بعد كده السؤال الخاص بي التصحيح بيقولي هنا افقات نقط. لو الدنيا تمطر مش هنقدر نلعب تنس. انا عندي هنا ات مفرد. ومع المفرد لابد ان يقتي الفعل وبه اس يبقى رينز. رقم اتنين اي صايدت. نقط اوطر باطل ذات عايز اقولي يعني قررت اشتري الزجاجة اللي هي بيعاد استخدامها مرة تانية من الايه? من المحلات. دي صايدت قررها. لازم بيجي لي بعدها تو زائد الايه? زائد المصدر مش المصدر فقط يبقى تو. والمصدر هو جيبهولي وهو باي تو باي. قررت ان انا اشتري. دي صايدت يعني قررها. رقم تلاتة اف وي كيب نقط ريز. لو احنا نستمر في قطع الاشجار. التلوث هيكون ايه? التلوث هيكون ورس هيكون اسوأ. حالته هتسوق اكتر. يبقى عندي هنا كيب بيجي لي بعدها الفعل بتاعي ومضاف اليه الاي ان جي. يبقى قط. هنضف لها الاي ان جي بس هنضعف التيل اول. لان الفعل بتاعي بيتقال من مقطع صوتي واحد اللي هو قط. فالحرف الاخير ساكن ولا قبل ما متحرك بضعف الحرف الاخير قبل ما بضيف الاي ان جي. يبقى قط هتبقى قطن بمضاعفة التيل. رقم اربعة وات نقط اف يو دونت كاتش ذات رين. ايه هي يعني اللي انت هتعمله لو انت كاتش او دونت كاتش ما ما لحقتش الايه? ما لحقتش الكطار. يبقى عندي هنا اف. كان اللي بعدها مضارع بسيط منف. يبقى قبلها ايه? قبلها مستقبل بسيط. والو الفاعل والمصدر الكلام ده في حالة السؤال. يبقى ماذا سوف تفعل اذا لم تلحق بالقطار. رقم خمسة. احنا اضطرنا نفضل في البيت. معشان كان فيه ايه? كان فيه عاصفة. طالما جاب لي السبب هنقول هنا because. لان كان هناك عاصفة. بسبب يعني او لان كان فيه ايه? اصفة. بعد كده عايزنا اكتب عن things you can do. الشيء تقدر تعملها to help save the earth. عشان انت تساعد في انقاذ the earth اللي هو كوكب الارض. وان شاء الله قريبا جدا نقدم لكم اهمة باراجرافات الهمة وانطاقة. لمنهج الصفة الثالثة الاعدادي الترمي التاني.